بعد شهرين من الهجوم العنيف الذي شنه الحوثيون على مدرية كشر خرجت الأمم المتحدة وعبر منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي بتصريحات يتيمة أدانت فيها الوفيات والإصابات في وقت تشهد فيه مناطق المواجهات في كشر موجة نزوح لسكانها فرارا من العقاب الجماعي الذي يمارسه الحوثيون بحق قبائل حجور أنتجت الحرب على مدى أكثر من ستة أسابيع بحسب المنظمات الإنسانية والإغاثية مأساة مروعة في مدرية كشر ومجاورها نتيجة القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسرحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية طيلة أكثر من ستة أسابيع حيث عددت هذه المنظمات أكثر من ستين قتيلا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وأكثر من مائتي جريح جراء القصف العشوائي المتواصل والاستيلاء على أكثر من ثمانمائة منزل وتدمير العشرات من هذه المنازل وحرق ما يزيد على ثلاثمائة مزرعة في بيانها المقتضب تجنبت جيراندي المتواجدة في صنعاء الإشارة الصريحة إلى الحوثيين الذين قاموا بهجوم شامل على مدرية كشر وبعض المديريات المجاورة بغية إخضاع قبائل حجور المناوئة لسلطة الأمر الواقع الحالية التي تمثلها الميليشيا في صنعاء واكتفت المسؤولة الدولية بالتعبير عن الغضب من موت المدنيين الأبرياء المتواصل دون أي مبرر في صراع قالت إنه يتوجب بل يمكن وقفه وبسببه مات في اليمن خلال هذه المرحلة نسبة من الناس يعانون الجوع أكثر من أي بلد آخر في العالم جيراندي عبرت عن خشية الأمم المتحدة من أن يكون آلاف المدنيين محاصرين في مدرية كشر وفي غيرها من مناطق المواجهات ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة مكتفية حيال ذلك بالتأكيد أن المنظمة الدولية تفعل ما بوسعها للوصول إلى الذين يحتاجون إلى المساعدة في حجة وفي جميع أنحاء البلاد لكنها عادت وحذرت من أن جهود المنظمة الدولية تواجه إشكالات خطيرة تتعلق بسوء للوصول إلى التأشيرات والمعدات المتخصصة وتصريحات الموافقة على أعمال برامجها تصريحات جراندي لا تكفي بنظر المراقبين أمام تداعيات الخطيرة التي خلفتها حرب اشتثاث الحياة التي مارسها الحوثيون في مناطق كشر تأسيسا على نوايا مسبقة لتصفية الحسابات مع قبائل حجور التي رفضت الإنقلاب وقاومت مشروع الميليشيا منذ وقت مبكر